اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث موضوع حلقتنا اليوم عن قمة بغداد بين القضايا العربية والطموحات العراقية هل ستساعد هذه القمة التي ستعقد غدا على ايجاد حلول للازمات التي تعصف بالمنطقة العربية وهل لهذا الحدث دلالات على عودة العراق الى محيطه العربي واستعادة دوره العربي والاقليمية ايضا ضيوفي في هذه الحلقة ارحب بداية بضيوفي في برلين في الاستوديو مع السيد جونتا جلوزا وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالماني وايضا وزير الدولة سابقا اهلا بك معنا ضيف عزيز في برنامج مع الحدث مرحبا وايضا ارحب بضيفي في برلين الدكتور قادم حبيب كاتب ومحلل سياسي عراقي اهلا بك معنا دكتور حبيب اهلا بك وينضم علينا عبر الاقمار الاستناعية من بغداد السيد عمر المشهداني خبير الشؤون البرلمانية وايضا المسؤول الاعلام السابق في البرلمان العراقي اهلا بك معنا سيد المشهداني ضيف عزيز في هذا البرنامج اهلا بكم حياكم الله اهلا ضيف كرام اذا قمة بغداد ستناقش ملفات ساخن عدة يجب ان تتخذ فيها قرارات تساهم في استقرار المنطقة ولكن الساعات القليلة المقبلة هي التي ستحدد طبيعة النتائج والقرارات ايضا التي ستتخذها هذه القمة العربية والتي انقسم العرب على توصيفها قسم منهم يرى انها ستبقى توصيات لا تنفذ وسيكون حالها حل قمم العربية الماضية والقسم الاخر يعتبرها خطوة مهمة في طريق الالف ميل نتابع التقرير ونبدأ التحليل مرة اخرى تتزين العاصمة العراقية بغداد لاحتضان قمة عربية جديدة بعد نحو 22 عاما على اخر قمة استضفتها قمة هذه السنة تأتي بينما تتبلور في العالم العربي خارطة سياسية جديدة بعدما فسح الربيع العربي المجال امام وصول احزاب سياسية الى السلطة في كل من المغرب وتونس ومصر وهو تطور قد يعطي الية صنع القرار العربي دفعة جديدة لكنه قد يزيدها تعقيدا ايضا فالقمة التي من المقرر ان تعقد في ساعات معدودة فقط ستتصدر جدول اعمالها الازمة السورية التي باتت تضع البلاد على شفير حرب اهلية حتى وان سعى الرئيس السوري بشار الاسد من خلال زيارته حمص الى الظهور في موقف المسيطر على الوضع ويتوقع ان تشهد القمة حالة انقسام حادة بين مؤيدين لتسليح المعارضة السورية والرافضين له القمة تأتي ايضا في وقت ازدادت فيه مخاوف دول الخليج من الطموحات النووية الايرانية وفي وقت اشتد فيه الجدل حول احتمال قيام اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لايران القمة العربية تنعقد ايضا بينما يمر البلد المضيف بازمة سياسية حادة تعصف بحكومة لا تزال عاجزة عن توفير الامن والخدمات الاساسية للعراقيين وعلى الرغم من ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ترفض طرح القضايا العراقية على القمة الا ان العديد من المراقبين يرى ان مساعي المالكي لاعادة تفعيل الدور العراقي على الصعيد العربي ستجعله ربما المستفيدة الاكبر من هذه القمة التي ستجري في ظل اجراءات امنية تكاد تكون غير مسبوقة في بغداد سيد المشهداني من بعد ما تبعنا التقرير لنبدأ بالتحديات التي تواجه هذه القمة العربية في بغداد القمة ستناقش مواضيع عدة حساسة يعني فشلت القمم العربية السابقة في حالها اضف الى ذلك بان هناك شعور سياسي عام بان عقد هذه القمة اليوم في بغداد هو امر غير مريح وايضا لا يوجد اتفاق حوله ما تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم ابتداء شكرا لتلفزيون الالماني على الاستضافة وتحية لك والأستاذ الضيوف في الستوديو هناك قلق عربي من بعض الدول العربية من قمة بغداد باعتبارين الاعتبار الاول قلق بالمكان هناك لا زال حتى هذه اللحظة اضطراب امني وضع امني غير مستقر في بغداد يدل على ذلك بالاحتياطات الامنية التي تأخذ الان والاختلاقات المرورية واشبه بوضع حضر تجوان هناك قلق ايضا من جانب بعض الدول العربية من ناحية السياسية اولا للازمات السياسية الداخلية في العراق وثانيا لبعض المواقف السابقة للحكومة العراقية التي خالفت فيها الاجماع العربي خاصة في موقف الحكومة العراقية من قضية البحرين موقف الحكومة العراقية من قضية ملف السوري هذه المسائل تثير حساسية لدى بعض الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي لذلك كان هناك قلق وكان هناك عدم ارتياح من بعض الدول لتواجد القمة في بغداد من هذا المنطلق بالدرجة الاساس وبالدرجة الثانية ان العراق سيرأس القمة العربية وسيرأس قراراتها وسيرأس الجامعة لعام كامل سيكون عام حساس في ظل هذا الوضع الامني او الوضع السياسي المطلب في المنطقة هل تعتقد سيد المشهداني بان هذه المخاوف التي ذكرتها الآن المخاوف لدى بعض الدول العربية لن تؤثر اصلا على القمة قبل ان تبدأ هذه القمة هي القت بظلالها الى حد كبير اولا في مستوى التمثيل هناك مستوى التمثيل متراجع جدا في القمة العربية وثانيا قد تلقي بظلالها على المقرارات حتى الآن لم نشهد نوع المقرارات الاستظهر لكن هناك شعور لدى عدد من المراقبين بان القرارات لن تكون مختلفة عن سابقاتها وانها ستكون تبقى ضمن القطر العامة وضمن الخطوط العريضة سيحرص العراق على تثبيت بعض المواقف فيما يتعلق بالملف السوري في رفض تسليح المقاومة الامر الذي قد يزعج قطر او بعض الدول في مجلس تعاون الخليجي الاخرى هذه المسائل القت بظلالها الى حد كبير الآن قبل القمة فكيف ستكون بعد القمة باعتقادي هذا الامر واضح وامتداء كان متوقع لا اعول كثيرا على مضامين والقرارات التي استخرج بها القمة ولكنها الى حد ما بالنسبة للعراق هي كسرت العزلة الخارجية العزلة العربية التي كان يعاني منها طيب انتقل الى ضيفي في برلين السيد جلوزياني سمعنا مقاله السيد المشهداني هناك تحديات عدة وايضا هناك مخاوف حول ما الذي سيصدر عن هذه القمة من وجهة نظرك ما المميز في هذه القمة العربية اضف الى كل ما ذكره السيد المشهداني يعني اعضاء جامعة الدول العربية اليوم البعض منهم جديد تم انتخابهم بعض الربيع العربي والبعض الاخر يمثلون الانظمة القديمة الحاكمة مرايك في البداية اقول ليس علينا ان نتوقع اكثر من اللازم من القمم فحتى في اوروبا في بعض الاحيان نعقد اكثر من اللازم من الامال على القمم ولكن انا اظن انه من المهم ان تلتقي الدول العربية في العراق ايضا بمعزل عن المشاكل الداخلية في العراق فهناك تحديات وهناك تحولات هناك مكاسب لبعض الاحزاب الاسلامية في بعض الدول ولكن لا يجب ان تنتظر الدول الى ان تكون هناك حكومات منتخبة في جميع الدول والازمة السورية موضوع كبير ولكن ايضا مسألة اعادة هيكلة الجامعة العربية بالنسبة لاوروبا انه اشارة هامة ان قامت الجامعة العربية بخطوات هامة في الاشهر الماضية وهل تعتقدون بان العراق سوف ينجح في هذه المهمة الشبه مستحيلة اذا قلنا ذلك نظرا ربما لعدم صدور بعض القرارات المهمة عن هذه القمة هل تعتقدون بان العراق سوف ينجح في هذه المهمة وايضا سوف يحقق ما يريده العراقيون ان يعود بغداد نقطة وصل بين الدول العربية وان يكون للعراق مركز استراتيجي في الوطن العربي انه اشارة هامة ان تعقد الجامعة العربية قمتها في بغداد عاصمة العراق هذه بادرة هامة بعد اكثر من عشرين سنة من القمة الاخيرة لا يمكن ان تحصل الاشياء من اليوم الى غد ولكن اظن بان العراق ايضا سوف يلعب دور متزايد في الجامعة العربية ومسألة تسليح المعارضة السورية مثل هذا الجدل ايضا قائم لدينا في اوروبا وفي الغرب وبالتالي هذه ليست ظاهرة عربية بحتة ان يكون هناك مثل هذا الجدل بين الدول العربية ولكن ان يكون هناك نتائج انا ليس لدي توقعات كبيرة ولكن هذه عملية وكما اشرت الى ذلك سابقا انا اظن بان جامعة العربية الان دورها من جديد يعني لها دور مهم يعني كما ذكر ضيفي حتى الان يعني لهذه القمة سوف يكون لديها دلالات مهمة عقدها في بغداد ايضا له دلالات مهمة ولكن ربما لا يمكن التعويل كثيرا على النتائج دكتور قادم سؤالي هو اضف الى كل ذلك يعني هناك ما يقول بانه سوف يكون لهذه القمة طابع اسلامي نظرا لان معظم الحكومات المنتخبة الان هي حكومات اسلامية بعد الربيع العربي ونحن نعلم ان جامعة الدول العربية كانت متأثرة لعقود طويلة بالاديولوجية القومية العربية هل تعتقد لذلك اي تأثير سلبي ام ايجابي؟ انا اعتقد القمة الجديدة سيكون لها تأثير جانبين الجانب القومي والاسلامي في ان واحد وربما الصراع الطائفي الدائر في المنطقة كلها وكذلك في العراق وهذه اشكالية العراق الآن الحكومة العراقية قائمة على اساس المحاصصة الطائفية وبالتالي هذا جانب سلبي لمجمل القضية العراقية ولمجمل المواطنة العراقية السؤال الاساسي الذي ينطرح علينا كما اشار الأخ المشهداني من بغداد على حق هو ان ماذا يراد من هذه القمة؟ العراق يريد من هذه القمة مسألتين المسألة الاولى هو العزلة التي يعاني منها الخروج منها اثنين الخلاص من البند السابع بالاتفاق مع الكويت التي تعارض خروج العراق من البند السابع هاتين النقطتين اساسيتين بالنسبة للعراق ولكن العراق الآن يعاني من صراع حقيقي يدور في الاقليم في المنطقة في الداخل في الساحة العراقية هناك الدور الايراني هناك الدور الخليجي هناك الدور السعودي بشكل خاص وهناك كذلك الدور الامريكي وهذه الصراعات كلها تلعب دورها الآن في القمة العربية وستكون النتائج غير جيدة ستكون نتائج أضعب بكثير من القمم السابقة وتنفيذه سيكون أقل بكثير وخاصة أن العراق هو الذي سيقود القمة لمدة عام واعد خلال سنة القادمة والعراق هو عاجز عن هذا الدور بسبب الواقع القائم في العراق وبسبب ضعف الحكومة وتفتتها والصراعات الدائرة بين قوها السياسية الداخل لذلك أنا لا أعول كثيرا على هذه القمة هي محاولة معينة من الجانب العراقي ولكن لاحظي شيء مهم جدا ما هو المساو الذي يشارك في هذه القمة أشار سيد المشهدان إلى هذا النقطة المستوى هو ضعيف المستوى ضعيف جدا والنتائج ستكون بهذا المستوى إذا كانت توقعات متشائمة وهنا سأقول للسيد المشهدان إذا كانت توقعات متشائمة حول نتائج هذه القمة لماذا إصرار إذن العراق على عقدها في بغداد نهيك عن أنه يريد أن يخرج من عزلة الدولية عدم تناول موضوع المشاكل السياسية الحساسة جدا داخل العراق في هذه القمة كيف كانت ردود الفعل العراقية عليها ولماذا الإصرار في ظل هذه المشاكل السياسية التي يعاني منها العراق يعني ابتداء باعتقادي الشخصي من الخطأ جدا التعويل على القمة العربية لحل أزمات داخلية أو مشاكل داخلية لأي دولة من الدول حتى بعض السياسين العراقين الذين أرادوا أن يستثمروا القمة كورقة ضغط على بعض الجهات أو على الحكومة أو على بعض الأطراف لكن لم ينجحوا في ذلك وهو مشوار مشوار يعني مزدود إلى حد ما لكن بالنهاية الحكومة العراقية حريصة على هذه القمة من عدة منطلقات أولا كما قلنا قضية كسر العزلة ثانيا أن يكون لها تأثير أكبر بوصفها قائدة للأمة العربية لمدة عام كامل سيكون لها تأثير أكبر على كثير من القضايا بما فيها قضية الملف السوري والملف البحريني الأمر الثالث سيكون هذا مكسب شخصي وإنجاز تحققه الحكومة الحالية ستفتخر به وستعول عليه وستروج له أنه مكسب في هذا العهد أن تمت هذا الأمر بعد 22 سنة من آخر قمة حصلت في بغداد هي محاولة لإرجاع بغداد إلى واجهة الأحداث وأن البغداد متعافية إلى حد ما وإن كان الجسد العراقي لا زال مليء بالجروح ومليء بالثغرات كما هو معروف لدى الحكومة العراقية ولدى الدول الأقلية بشكل عام سيد المشهداني ألم تكن هناك مردود فعل عراقية سياسية تحديدا حول عدم تنامل الملفات الداخلية السياسية والمشاكل التي يعاني منها العراق نعم هناك استياء حقيقة القمة جاءت في وقت حساس العراق يشهد الآن توتر سياسي وأزمة سياسية كانت تكون الأعنف منذ 2003 وحتى اليوم لذلك هذا الأمر ألقى بظلالة على القمة لكن الحكومة العراقية حرصت على أن يكون التمثيل منضبط وابعاد السياسة الداخلية تجدين أن من مثل العراق في الاجتماع اللجنة الاقتصادية وزير التجارة وليس وزير المالية لأن وزير المالية شخص قيادي في القائمة العراقية التي هي تعتبر معارضة إلى حد ما ومثلها وزير التجارة وهو رجل وزير كردي أما من سيرأس وزراء الخارجية وزير خارجية سيد هوشير زيباري هو أيضا من التحالف الكردي ورئيس الجمهورية جلال طلباني هو كردي فحقيقة رئاسة العراق لثلاثة أيام هي رئاسة كردية في القمة العربية لقدر الإمكان محاولة أبعاد دور المشاكل الداخلية وقضية السنة والشيعة والقائمة العراقية واتلاف دور ثقانون إلى غير ذلك دكتور قادم على الرغم من هذه المحاولات لإبعاد المشاكل الداخلية عن جدول أعمال القمة إلا أن البعض يقول بأن المستفيد الأول والوحيد هو الرئيس المالكي أنا أعتقد هذا صحيح الرئيس المالكي يحاول رئيس الوزراء المالكي يحاول أن يستفيد من هذه القمة لصالحة أو لتعزيز المواقعة ولكن الحقيقة الواقعة هو الداخل داخل العراقي الوضع في العراق سيء الوضع في العراق الصراع ما بين القوائم ما بين القوى ما بين الطوائف مسألة أساسية الآن صراع جديد ما بين المالكي والبرزاني مسعود البرزاني رئيس القليم كيف سيستفيد السيد المالكي؟ سيناعكس سرما لأنه الآن محاولة المالكة أن يستفيد من هذا الصراع ليعزز مواقعة إزاء القضية الكردية وبالتالي هو أثار الصراع بفترة مبكرة كان بإمكانه أن لا يثير هذا الصراع مع الكرد في هذه الفترة عندما طالب بتسليم طارق الهاشمي في حين أنه كان طارق الهاشمي قبل أن يذهب لكردستان في بغداد هل نجاح القمل سوف يكرس موقع الرئيس المالكي في السلطة؟ لن يلعب دور كبير في هذا المجال لن يلعب دور كبير في هذا المجال ربما لفترة قصيرة جدا ولكن تبقى صراعاته الأساس الداخلية سيد كلوزي نقطة مهمة ذكرها الدكتور قادم قبل قليل وهو موضوع التدخل الإيراني نحن نعلم بأن رئيس الوزراء السيد المالكي طمأن العرب إلى حد ما والمشاركين في هذه القمة بأن العراق سوف تلتزم بأي قرار سوف يصدر عن هذه القمة ولكن هذه التطمينات هل هو تأكيد على أن إيران لن تتدخل؟ كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ أنا لا أفترض ذلك مبدئيا ولكن يجب أن ننظر إلى الجانب الآخر فليس العراق يقول القمة لدينا وبالتالي الآخرون يقولون نعم فكان هناك أيضا موافقة من الدول الأخرى أن تذهب إلى بغداد ولكن لابد من النظر أيضا إلى الجوار ومنه الإيران وبالتالي يجب على المرء أن يعرف وأن يقرر مع من سيقف لا يمكن أن تكون في موضوع معين مع جانب وفي موضوع آخر مع جانب آخر وكما أشير أيضا إلى العزلة لابد من كسر العزلة ولكن أيضا البحث عن حلول ليس شأن القمة أن تحل جميع مشاكل العرب بالطبع ليس شأن القمة أن تحل جميع مشاكل العرب وهي مهمة شبهة مستحيلة تحديدا ولكن أيضا نقطة مهمة سوف لا يتم التطرق إليها بالأحرى في هذه القمة مواضيع أو نقاط حمراء يجب عدم المساس فيها نتحدث هنا عن عدم الدعوة إلى إسقاط النظام السوري عدم تناول موضوع التظاهرات في البحرين والمشكلة السنية الشعية في البحرين هذا نهيك أيضا عن موضوع الشأن الداخلي العراقي يعني عدم المساس بنقاط مهمة حساسة والاتفاق عليها قبل القمة على ماذا يدل ذلك؟ أنا أعرف أن هناك تشتت كبير ولكن في الأشهر الأخيرة فتعلمت الدول الكثير من الأشياء في بعض الأحيان ليس بالإجماع مثلا في أشياء الليبي ولكن أنا أقول دائما ليس فقط الجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي ليس مطالبا فقط بإيجاد الحلول السلمية لسوريا ولكن لا يمكن أن يكون تدخل في البحرين حلا أيضا وبالتالي أنا أود أن أقلل من التوقعات لهذه القمة لأنني أعرف شأن القمة في أوروبا أيضا في بعض الأحيان لا يجب أن توقع منها كثير ولكن هذه بداية عملية طويلة ولا يمكن حل المشاكل عبر القمة ووضع ما بعد القمة هو مثل وضع ما قبل القمة في موضوع الحوار وأيضا جلوس على طاولة واحدة ربما لا يوجد نتائج فعلية للقمة ولكن المهم هو الالتقاء كما ذكر السيد كلوزر إذا أخذنا الجانب الإيجابي للأحداث الآن في العراق دكتور كادم يعني السيد المالكي أيضا يقوم ببعض الإيجابيات كتحسين علاقاته مع المملكة العربية السعودية وأيضا تحسين علاقاته مع الكويت ومع دول أخرى ألا يحسب ذلك أيضا بأن العراق يعني على طريق ليس فقط الخروج من العزلة الدولية ولكن العزلة العربية إلى حد ما وذلك إيجابي أنا أربط ما بين الواقع الداخلي في العراق وما بين الواقع العربي والعلاق مع الحكومات العربية العراق حاليا يعاني من غياب الديمقراطية من تخلف ما حصل بعد سقوط النظام من حريات معين هذه إشكالية كبيرة تواجه المجتمع العراقي هناك الخدمات الناقصة لماذا لا يعالجون القضايا الداخلية في مؤتمر القمة لأن الدول العربية تعاني من عدم الحريات العامة عدم من الديمقراطية وبالتالي هذه الإشكاليات ينبغي أن تعالج هذه القمة هي قمة حكومات وليست قمة الأمة العربية قمة حكومات الدول العربية وليست حكومة الشعوب العربية وهي إشكالية كبيرة تواجه الشعوب العربية وتواجه الإشكال ما حصل في مصر نعم وما حصل في تونس كلها تدفع باتجاه معين لإقامة حكومات إسلامية وكأن هناك تحالف كبير ما بين قطر وما بين السعودية وما بين الإخوان المسلمين في منطقة العربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه إشكالية كبيرة هذا لا يعني أن هذه القوى الإسلامية هي ضعيفة ولكن الدفع بهذا الاتجاه سيبقي الثورة العربية المطالبة بالحريات العامة المطالبة بالديمقراطية المطالبة بالحياة الدستورية المطالبة بالمدنية المطالبة بالفصل ما بين الدين والدولة كلها قائمة أمام القمة العربية ولكنها سوف لن تعالج وبالتالي أقول كما قال الأستاذ أن ينبغي أن لا نعتقد بأن هناك قرارات قوية وكبيرة ستخرج بها ولكن السيد كلوزي متفائل من ناحية أن القادة العرب على الأقل سوف يجلسون على طاولة واحدة وكما القمم الأوروبية يعني دائما لا يتم الخروج بنتائج فعلية مئة في المئة ولكن على الأقل هناك حوار هل توافقه الرأي؟ ما رأيك سيد كلوزي في ذلك؟ أنا أرى الإشكالية وبالتأكيد نتمنى المزيد ونتمنى أكثر من ذلك ولكن أنا لست معك تماماً ما حدث في مصر وفي تونس أجريت انتخابات حرة في الماضي أنتقد الغرب أنه لم يعترف بالانتخابات مثلاً الفلسطينية آنذاك ولابد من عملية والإجراء عملية نحن نعرف النواقص ونحن نعرف صعوبة الانتقال مثلاً في اليمن الذي نعرف فيه في كثير من الأحيان أنا لا أود أن أكون متشائماً كثيراً ولا متفائلاً كثيراً الشعوب العربية والأمم العربية والشعوب العربية تبحث عن طريقها وثمار الثورة ليست متوفرة في وقت قريب ونحن في أوروبا نستطيع أن ندعم الكثير من هذه الأشياء سوف نتحدث عن هذا الدعم ولكن دعوني فقط أشير لحضرتكم وأدن للمشاهدين بأن الاتصال مع السيد المشهداني للأسف انقطع هناك عطل تقني في الصوت وأيضاً في الصورة تفضل دكتور أنا لاحظي يتحدث الأستاذ كلوزا عن أن الانتخابات كانت حرة في مصر هذا غير صحيح أنا كنت في مصر وأعرف الوضعية وكيف جرت وكيف صوت الناس وكيف التحالف الذي جرى ما بين الأخوة المسلمين بالتالي هي ليست المشكلة ولكن هذا الحديث عن هذا الموضوع وللأسف هذا ليس موضوع هذه الحلقة صحيح ولكن طرح من جالب فقط للإشارة بالفعل هناك بعض المناطق كانت نزيهة وبعض المناطق قيل بأن هناك رشاوة وأيضاً دفع أموال هذا موضوع مختلف جداً ولكن سيد كلوزا ذكر نقطة جداً مهمة وهي مساعدة أوروبا لهذه الدول ومساعدة أوروبا للجامعة العربية إذا أرادت أن تغير من هيكلتها وأيضاً إذا أرادت أن تحسن من أدائها كيف سترجم هذه المساعدة على أرض الواقع وإذا تحدثنا عن العراق تحديداً كمثال في حال نجاح هذه القمة وتم الحوار بين القادة العرب ما الدور الأوروبي الذي يمكن أن يكون في العراق لاحقاً ولو باختصار ألمانيا لديها تاريخ وهو ليس فقط نقل عاصمة إنما اللا مركزية والحكم الذاتي النظام الفيدرالي بين المناطق والتعاون بين المناطق فنحن نستطيع أن ندعم أيضاً في بناء البنية التحتية إذا كانت الأطر أو الشروط موجودة في تلك البلدان ولكن من الواضح أيضاً أود أن أستخدم هذه العبارة مرة أخرى سياسياً الجوار مع إيران العراق يجب أن يقرر مع من يكون سوف نرى كيف سيكون الوضع لاحقاً سيد بنتاكلوز شكراً جزيلاً لك على وجودك معنا وعلى هذا وقت الثمين الذي أعطيتنا إياه دكتور كاظم حبيب ضيف عزيز دائماً في برنامج مع الحدث شكراً جزيلاً لك مشاهدين إلى هنا نأتي إلى الختام النقاش سيدقوا الآن على موقع البرنامج على الفيسبوك الآن نعود ونلتقي مجدداً لكم تحية من فرق العمل ومني أنا ديمة ترحيني إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكراً جزيلاً